خلينا اخر حاجة بقى عشان اروح لفصل واستعبال ضيف العزيز كابتن حمادة صدقي الهيصة المعمولة حول مشاركة اللاعبين في البرامج اللي بتحصل ودوشة هنا ودوشة هنا في النادي الاهلي حدست موافقة من كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة في النادي الاهلي الدنيا بتحصل ازاي في النادي الاهلي لانه هناك لائحة المسؤول عن تطبيق هذه اللائحة هي هو مدير الكرة فمدير الكرة بيخاطب مجلس الادارة وهو كابتن علي معلول كابتن محمد الشناوي كابتن محمود كهربا راحوا شاركوا في البرنامج اللي عمل ازمة كبيرة في مصر يعني الخطاب بتاع كابتن سيد معلومات انه يمكن لسه موصلش للمجلس الادارة مجلس الادارة في النادي الاهلي او اللايحة بس اخدوا بقى مني الكلام مش الصح صح صح والله النادي الاهلي عمل اللايحة لو لعيب دولي بيشارك بياخدوا منه مثلا عشرة روش لو لعيب مش دولي بيشارك في برنامج بياخدوا منه مثلا خمسة روش وفيه لعيب غير كده اه اللي تحت السن اللي تحت السن سيه مثلا مثلا مصطفى شبير تحت السن اه و اه لدولي اه ولا يعني مش لعيب دولي ولا من المقادل في الفريد الاول وفيه مقادل في الفريد الاول مش منتخب اكيد طبعا فبيشارك بياخدوا منه مثلا تلات روش دي ليحة النادي الاهلي تقييم الاهلي بقى للموقف بياخدوا على اللايحة عتاب بقى مش عتاب مع كابتن سيد عبدالحفيز ده ما بين المجلس وكابتن سيد عبدالحفيز معلوماتي معلوماتي انه يعني حصل من نوع من انواع النقاش ولكن في النهاية قال لك هناك اللايحة نحن ملتزمون بهذه اللايحة فخلاص كابتن سيد بيبعت احمد شبير راحل برنامج خد اه عشرة جنيه حق النادي النادي ليه نسبة من العشرة القروج ليه نسبة من الخمسة ليه نسبة من التلات قروج ليه نسبة حق النادي كذا اتوردت او تتورد لخزينة النادي وينتهي الامر عند هذا الحد شكل بقى البرنامج مش شكل البرنامج ده ملوش علاقة يعني ده بالنسبة ليه النادي الاهلي عشان هدراتك تبقى عارفين فاللاعيبة ومدير الكرة خضعوا لللاقيحة بدزبت مية في المية والكابتن سيد بيخاطب ادارة النادي ده طريقة العام معلوماتي داخل الزمالك انه اللي صور طريق حامد واشرب بن شرقي وحصلوا على موافقة من السيد امير مرتضى المشرف العام على الكرة هل بقى موافقة مكتوبة ولا موافقة شفوية او او ما عرفش لكن معلوماتي انهم خدوا موافقة من امير مرتضى اذا امير مرتضى طلع قال هذا الكلام يبقى هو صح يعني اذا طلع قال هم خدوا مني موافقة يبقى صح اذا قال ما اخدوش مني موافقة بقى هو صح انا بقول لحضرتك معلوماتي المعلومات اللي عندي لكنه في النهاية ده متوقف على رأي الاستاذ امير مرتضى منصور امير مرتضى قالك لا ما حصلش خلاص هو الرجل المشرف حصل خلاص برضو هو المشرف يعني وبالتالي لابد من منخشته في البداية عشان القرار اللي يصدر يكون قرار نهائي